وفي ذات السياق أكد الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة خلال استضافته في نشرة سابقة أكد أن فوسمو الشيخ ناصر بن حمد بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي يترجم إصرار سموه وأعدادها المسبق من جميع النواحي لهذه البطولة ما في شك أن بطولة العالم بطولة صعبة وتحدياتها صعبة والاستعداد لها أيضا يحتاج لك تجهيزات من العام الماضي وسمو الشيخ ناصر يعد هذه البطولة حضر أرض من بزير في العام الماضي وحقق البطولة التجربية ليس بهدف أنه يكون يفائز لما كان يهدف ما لهدف أنه يكون يقرأ المسارات ويطلع على كيفية تكتيك واختيار الجواد المناسب للمشاركة في هذه الأرض فكان الاختيار على الجواد داركو أن يشارك فيه في عام 2024 في هذه النسخة لكن للأسف داركو الجواد صادت تعور وبالتالي كانت إصابة وابتعد عن الكشف والقائمة الخاصة بالمشاركة وكان البديل اللي هو البديل الناجح والي هو الجواد أفرست وهو الشقيق الجواد داركو من نفس السلالة وكانت هذه السلالة المتاحة اللي هي عندها مكانية أن تقدم ولله الحمد سمو الشيخ ناصر ترجم ما تم استعداده من حمية وتجهيز ورفع الياغة بدنية ترجم على الأرض الواقفة أن يكون على منصة التتويج حاضر ويحمل المدلية الذهبية للمرة الثانية على التوالي كأول فارس في الوطن العربي يكرر هذا الإنجاز ترجمة نانسي قنقر